اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعين في الأردن أسعد لوقاتكم بكل خير نهار اليوم استمرت الأجواء الربيعية معتدلة في عموم المناطق كنتيجة الاستثمارات تأثر المملكة بالكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة لكن اعتبارا من يوم غد الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مع تراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة لكن لا بس نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأعمال الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم حيث انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى هي ناتجة عن ارتفاع نسبة رطوبة السطحية هي ما عمل على تشكل هذه الغيوم المنخفضة لكن سرعان ما تلاشت هذا الغيوم المنخفضة وسادة تقص صافي في عموم المناطق نستعرض الآن تفاصيل أكثر حول توزيع الكتلة الهوائية في طبقات الجو المتوسط اعتبارا من نهار اليوم وخلال الثلاث أيام القادمة يوم الاثنين تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة في عموم منطقة بلاد الشام تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقص ربيع معتدل في عموم مناطق خلال ساعة النهار بارد إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل لكن اعتبارا من يوم الثلاثة تبدأ تتراجع هذه الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة وترتفع قليلا درجات الحرارة لتعود تصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يوم الأربعاء تواصل درجات حرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقص حار نسبيا في عموم المناطق ولا تغيير على درجة الحرارة بالنسبة ليوم الخميس مع استمرار درجة الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام كما تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يتبقى الأجواء مائلة البرودة 17 درجة مئوية مع تقص صافي الملموس أيضا 17 درجة مئوية الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة عمان للثلاث أيام القادمة يوم الثلاثاء تقص صافي 29 درجة مئوية كحرارة عظمة أما الصغرى 19 درجة مئوية ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتسجل في العاصمة عمان 30 درجة مئوية كحرارة عظمة أما الصغرى 20 درجة مئوية وتواصل الارتفاعها يوم الخميس لتسجل 31 درجة مئوية كحرارة عظمة أما الصغرة تنخفض لتسجل 19 درجة مئوية كان هذا كل ما لدينا حد الآن شكرا على المتابعة وللقاء كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة